طبعا يا خامس في الفيديو السابق تحدثنا عن معنى الزراعه وانزراعة مطرية وزراعة مرويه الزراعة المطرية واللي هي تعتمد على الأمطار والزراعة المروية اللي هي طبعاً تعتمد على المياه السطحية أو المياه الجوفية اللي احنا منسقيها يعني بتكون من طريق المياه السطحية والجوفية الزراعة المطرية إلها خصائص خصائص سنبتعتمد على مياه الأمطار واستخدام الآلات أكثر من الأيدي العاملة أما الزراعة المروية خصائص سنبتعتمد على المياه السطحية والجوفية وتحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة إذن هي اعتمادة على المياه السطحية والجوفية وتحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة حتى تنسق هذه الأرض عن طريق روينا لهذه الزراعة إذن لدينا أنواع الزراعة زراعة المطرية وزراعة المروية المطرية بتعتمد على مياه الأمطار في ري المزروعات والمروية اللي تعتمد على المياه السطحية والجوفية في ري المزروعات طبعا تتناوع عندنا المحاصيل الزراعي في المملكة الأردنية هشمين تبعا للمناخ هل الأردن يزرع نوع واحد من المحاصيل ولا يوجد تنوع بالزراعة أكيد يوجد تنوع ومن هذه التنوعات طبعا المحاصيل تحتاج إلى درجة الحرارة معتدلة نعطي أمثل عليها ومناطق التي تزرع بها وعندنا محاصيل التي تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة عن المحاصيل التي تحتاج إلى درجة حرارة معتدلة أمثل عليها مثل العناب اللوزيات والزيتون أما المناطق التي تزرع بها في الصلط وعجلون وجرش وأربد أما المحاصيل التي تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة أمثل عليها مثل الموز الحمضيات النخيل أما المناطق التي تزرع بها وهي مثل الأغوار التي تمثل سلة الغذاء الأردني إذن المناطق التي تزرع بها منطقة الأهوار التي تسمى سلة الغذاء الأردني هل القطاع الزراعي يواجهه مشاكل؟ طبعا أكيد يوجد مشكلات في القطاع الزراعي ومن أبرز هذه المشكلات التي تعرض إليها القطاع الزراعي الزحف العمراني أي البناء على أراضي زراعية تكون هذه الأراضي صالحة للزراعة ويقوم العمران عليها وهذا كله بيأثر على الزراعة وأيضا تذبذب هطل الأمطار وشح المياه السطحية تذبذب الأمطار يعني أحيانا في مواسم تأتي فيها الأمطار جيدة وحيانا تأتي شحيحة أو قليلة شح المياه السطحية نتيجة قلة الأمطار طبعا وهذه هي أبرز المشكلات التي تتعرض لها القطاع الزراعي الزحف العمراني وتذبذب هطل الأمطار وشح المياه السطحية الآن يا خامس بدنا الراجع أو نذهب إلى الأهم الأمور التي تحدثنا عنها في هذا الدرس في البداية تحدثنا عن الزراعة ومعنى الزراعة وهي إنتاج المحاصيل الزراعية النافعة للإنسان أيضا تحدثنا عن أنها تتأثر عملية الزراعة بعوامل عدة طبيعية أي من خلق لا تعالى دون تدخل الإنسان ومثل وفرة المياه والتربة الخصبة والمناخ الملائم وعوامل البشرية والمناخ الملائم أيضا العامل الآخر عامل البشري اللي بتتأثر فيه الزراعة يعني تدخل الإنسان في صنعها وتوفيرها مثل الأيد العاملة واستخدام التقنية الزراعية وتوفير فرص العمل ورؤوس الأموال وتسويق الإنتاج الزراعي حكنا أيضا تحدثنا عن أنها زراعة تنقسم إلى نوعين زراعة مطرية أي تعتمد على مياه الأمطار والزراعة المروية اللي هي تعتمد على المياه السطحية والمياه الجوفية في رئي المزروعات وأيضا تحدثنا عن أنه تتنوع المحاصيل الزراعية في الأردن تبعا لنوع المناخ فمنها ما يحتاج إلى حرارة معتدلة ومنها ما يحتاج إلى حرارة مرتفعة يواجه القطاع الزراعي في الأردن العديد من المشكلات التي تؤثر